طيب منذ قليل ولسه هفتح مع حضراتكم الملف ده يعني لازم نفتحه الفترة اللي جاية لازم نفتح الملف ده عشان النهاردة النادي الاهلي منذ دقائق النادي الاهلي على صفحته الرسمية بيصدر بيان مهم جدا عن التحكيم المصر النادي الاهلي اللي دايما بيقول على التحكيم المصر احنا مساندين للحكام المصريين وعندنا ثقة كبيرة جدا في حكام المصريين لكن لما انبارح نشوف الاخطاء الفجة الاخطاء الفجة في اول مباراة في الدورة لا لازم نقف لازم نقف ويكون لنا كلنا وقفة اخطاء غيرت نتائج مباراة النهاردة لما نشوف الاهلي بنزل بيان الاهلي يطالب اتحاد الكرة خبر مهم جدا الاهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة اسناد منظومة التحكيم الى خبير اجنبي ارسل النادي الاهلي خطابا اليوم لاتحاد المصر لكرة القدم يطلب فيه سرعة اسناد مسئولي وادارة لجنة الحكام الى خبير اجنبي يملك سيرة ذاتية واهله لهذه المهمة وهو الامر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الاندية في 18 سبتمبر الماضي كما طالب النادي ايضا بتوفير الاجواء الصحية التي تساعد الخبير الاجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الاندية المتنافسة واشار في ذات الخطاب الى ان البوادر التحكمية التي شهدت بعض المباريات في الجولة الاولى من المسابقة لا تدعوه للتفاؤل وتنذر بما هو قادم لازم نوقف عند البيان ده ولازم نوقف عند كلام النادي الاهلي بالامس كان فيه مباريات وشفنا اخطاء فجة شفنا اخطاء فجة شفنا مجمالات بالجملة امباريح لما تشوف المؤتمر الصحفي وتشوف تصريحات كابتن طاري مصطفى المدير الفني البنك الاهلي بقول النهاردة احنا بنتعب وبنشتغل وبتيجي فرق تسرق مجهودنا على الجاهز هل امباريح راكلة الجزاء لتحسبت للمنافس راكلة الجزاء صحيحة لازم نوقف عند الكلام ده طيب قبل ما يتم ترشيح كابتن محمد عادل لإقدارة مباراة الزمالك والبنك الاهلي بالامس بعد مباراة الصبر المصري كان فيه معسكر للحكام كان فيه معسكر للحكام في مدينة الاسكندرية كابتن محمد عادل ما كانش موجود فيه لما كابتن محمد عادل تصل بالقائمين على التحكيم قالولهم يا جماعة انا ليه مش موجود قالولهم احنا دلوقتي احنا مجمعين الحكام الدوليين حضرتك هتكون موجود مع حكام الدرجة الاولى قالولهم طبعا انا من حكام الدوليين او لا انت تكون موجود مع حكام الدرجة الاولى فاذا النهاردة كابتن محمد عادل ما راحش المعسكر ما كانش موجود في تجهيز الحكام كابتن محمد عادل ازاي يسند ليه يسند ليه مباراة مهمة في بداية الدوري النهاردة لما بتتكلم عن بطولة الدوري الممتاز السناد اللي هي 26 مباراة النهاردة لما تظلم فرقة مرة واثنين وتلاتة طب هيل حيعوض امتا بطولة الدوري السناد مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت السنة اللي فات كانت 34 مباراة لما تظلم نهاردة فريق في 5-6 مباراة هيل حيعوض امتا الامر التاني وكابتن محمود الخطيب كان في لجنة الاندية فاكرين لجنة الاندية لما اجتمعت في شهر السبتمبر وكابتن محمود الخطيب عفوا اجتماع الربطة في اجتماع الربطة وكان وجود حضور كل الاندية كابت المحمود الخطيب وقتها قال يا جماعة انا بطالب النهاردة ان تطبقوا الليحة اول حاجة على النادي الاهلي وكمان بطالب بوجود خبير اجنبي للتحكم المصري دي كانت طلبات النادي الاهلي وقتال استاذ جمال علام وكل الناس القائمين قالوا ان شاء الله هيكون فيه موجود خبير اجنبي لحد دلوقتي ما شفناش خبير اجنبي ما شفناش اي خبير اجنبي اللي بيدير الملف دلوقتي التحكم كابتن محمد فاروق والكابتن ابراهيم نور الدين لما بتشوف اتنين رئيسين على مركب واحدة عمرها ما بتمشي